تحت شعار المساواة بين الجنسين للتصدي لتغير المناخ وبالتعاون مع السفارة الرواندية نظمت سفارة المملكة المغربية في مقرها بالعاصمة أديسابابا احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف الثامن من مارس من كل عام تضمنت إلقاء عديد الكلمات التي تثني على دور المرأة في المجتمع تشرفنا اليوم باحتضان هذا الحدث المهم للاحتفاء باليوم العالمي للمرأة نظمنا هذه الاحتفالية بتنسيق مع سفارة رواندا في إثيوبيا والهدف من اللقاء هو مناقشة مواضيع تخص المرأة وتغيرات المناخية هي مواضيع جد مهمة بالنسبة للبلدان الإفريقية وللمملكة المغربية التي يمكنها اليوم أن تفخر بما حققته في مجال تعزيز دور المرأة وأيضا في مجال مكافحة التغيرات المناخية وهذا كله بفضل الإرادة الملكية وفيما يخص هذا الموضوع يمكن للمغرب أن يفخر بدور القيادة الذي يحظى به ليس فقط على المسى والقارية فقط وإنما على المسى والنصف الجنوبي للكرة الأرضية المملكة المغربية انتخبت مؤخرا في نايروبي لرئاسة اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالمناخ وهذا ينضاف إلى كل ما استطاع المغرب تحقيقه في السنوات الأخيرة في هذا المجال كتنظيم الكوبة الثانية والعشرين ومن المغربية الثانية الثانية العامة لشهد الإختيف من المتحدة مهمة وأشار أقلب المتدخلين إلى أن تعزيز المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في ظل أظمة المناخ والحد من أخطار الكوارث يعتبر أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم في القرن الـ 21. المغرب ورواندا بلدان لا يدخلان أي جهد في مجال مكافحة التغيرات المناخية. في رواندا نتبع سياسات صارمة بهذا الخصوص بالتحديد فيما يتعلق بإعادة تشجير ومنع استعمال الأكياس البلاستيكية والذي تبنيناه منذ العام 2008. اليوم العالمي للمرأة هو يوم شرفت فيه المرأة وتاريخ كفاحها الطويل منذ عقد وحاضر ناسع بالعطى. أحمد رياض ميديا